أختم أستاذ محمود إزاي أناقش تحت هذه الأحداث؟ إزاي أمنع جماعة الإخوان من استغلال هذه الأحداث وأقول للناس أنه لابد أن نتعاون معا وفي نفس الوقت أقول للحكومة تعالوا نمنع أو نخلي تأثيرات هذه الارتفاع الأسعار في حدود ضيقة جدا طبعا لا شك أن أنا مقدر حجم الأزمة أنا عندي تريليون وسبعمائة مليار جنيه دين داخلي وخارجي لو أنا حبيت أسد عجز الموازنة وعايزين نتكلم ببساطة برضو عشان ناس تفهمنا فيه ناس مش عارف يعني عجز الموازنة أنا إراداتي خمسة جنيه أو خمسة مليار وحجم إنفاقي سبعمية حوفر المتين البقين منين؟ المتين البقين دولا اللي عجز عندي حطرني أن أنا واحة أجيبهم بالدين داخلي أو دين خارجي أزون خزانة أو سندات أو شيء من أغزة القبيلة وبالتالي حلاء نفسي أنا بواجه أزمة في المستقبل بصدار على العيالي أنه حتى خدمة فوائد هذا الدين في حد زادنا؟ 200 مليار أنت بتخدم الدين بس بـ 200 مليار ما يقترب من نصف الموازنة أو نصف الإرادات بتاعتك طيب بس لما تيجي تقول للناس تب تحملوا معايا والناس مش عارفة دا وعشان كده أنا بقول إيه؟ قبل ما تعمل أي إجراءات تنزع بها امتيازات للناس اعمل إجراءات حماية اجتماعية اعمل شبكة أمان اجتماعي تشيل أنه حدد لي مين الفقراء لا بالعكس دا كل الحاجات سريعة أنت عارف الفقراء فين وراحين فين